الحقيقة مفيش حاجه في مصر بتحصل اعتباطا والخبر اللي انت بتسمع عنه النهاردة بيكون بيتم التجهيز ليه بقاله شخور ومجهزين ومحضرين السيناريوهات كلها وعارفين هيقولولك ازاي وهيستقبلوا ردة فعلك ازاي ويمتصوا غضبك ازاي مفيش حاجة بتيجي مع النظام المصري اعتباطا ابدا 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 يمكن امبارح حلقة امبارح او اول امبارح مش متأكد قوي كان عماد اتكلم معاكم عن فكر بيع قناه السويس وقالك يعني كده لما طلع قلك ان لو ينفعت بعد باعك ان ينصد قناه السويس يعني انا مش معا قوي انه من زمان قوي كده لان مفيش انسان في الدنيا عائل مفيش شخص عائل مهما كان ديكتاتور مهما كان يعني بايع بلده ولا يهمه الا مصلحته ممكن يوصل به الحال الى انه يفرط في الاصول السيادية الخطيره جدا 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 بالشكل ده الا اذا كان في ازمه اذا كان في ورطه وفكره قناه السويس وصندوق قناه السويس وبيع قناه السويس او بلاش بيع عشان الاستاذ حنف الجبالي اتهم النخب والمفقفين اللي شايفين ان بيع قناه السويس دي خيانه انه مش بيع واستغرب يعني ده مش بيع يا جماعة ده احنا ها نستثمر الاصول انتو بس اللي بتتعجله فالنهارده يطلع يقولك استثمار للاصول وصندوق عشان نستفيد الفكرة مش جامل هوا الفكرة دي ارجع معايا كده شهرين لورا ايام ما روحنا عملنا المؤتمر الاقتصادي وهنا بدأ تفهم ليه المؤتمر الاقتصادي اتعمل مع ان انت عندك المفروض بتجاهز لحاجه اسمها الحوار الوطني وفيها بند مهم جدا وهو البند الاقتصادي او المحور الاقتصادي يعني عفوا ورغم كده روحت عملت مؤتمر اقتصادي روحت عملت مؤتمر اقتصادي طلعت عشان تقول حاجتين الحاجه الاولانيه الخليج بعني الخليج بيقول لي معيش الخليج بيقول لي مش هديك الا في استثمارات والحاجه التانيه كمان المهمه جدا انه تقال انه سأل رئيس الهيئه الاقتصادية لقناه السويس قال له هيئه قناه السويس عندها ايه ايه الفلوس اللي موجوده في هيئه قناه السويس ايه اللي بتملكه قناه السويس فقال له مفيش ما عندناش فقال له يعني ازاي مؤسسه عملاقه زي دي ما يكونش فيها فلوس هجيب نسمعه الفيديو عشان بس محدش قول ما قالش ما حصلش لا قال وده كان تجهيز لللي احنا بنسمعه النهارده قلت اللي رئيس الهي انا قصادر قناه السويس معاك كان قال لي معايش طلقه باكل يعني مؤسسه عملاقه زي دي بيبقاش عندك ملاقه ماليه تلتميتر وعمائة مليار المليارات عندي ملاقه ايما بالمناسبة اللي بيسمعني عارف كلام ده لان الحلم تبير قوي فقال لي لا دور شوف احنا اعمالنا المشروع والامال السديدت مش كده بطول محمد السديدت بتاعت الـ 860 مليار بتوع طب اقول لكم حاجة عشان للفكرة والله العظيم والله العظيم ان الـ 860 مليار دول كان ممكن يتدبروا من الدولة لكن احنا هدخلنا الرأي العام عنا هنا والله برضو يعني انا عندي سؤال يعني فعلا مهم فعلا سؤال مهم قناه السويس عائدتها اللي هي المفروض اهم مصدر للعمله الصعبه للدوله عائدتها بتروح فين عائدات قناه السويس اكيد يعني السفن والبواخر الضخمه والحجم التجاره الدولي الكبير اللي رايح جاي ما بيوقفش عندك في الميناء ويدفعلك بالجنيه ده بيدفعلك فين 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 في ظل الازمه الرهيبه اللي مصر بتعيشها واللي مصر عايشاها بقالها فتره بس طبعا المرحله اللي احنا فيها ديه هي الاسوأ من نوعه فين اين اموال قناه السويس تعالوا بقى نسمع الفريق اسامة ربيع لما طلع في لقاء من اللقاءات وقال انا تسألت ليه ما عندناش فلوس في حيئة قناه السويس الناس دي مرتبة كل حاجة الناس دي مرتبة كل حاجة احنا ما بنعرفش دماغهم فيها ايه لما بيعملوا الكارسة خلاص ويبقوا فاهمين انه هم عملوا كارسة نشرك بقى المواطن معانا في الكارسة اللي احنا اخدناها دي مرحبا رجع على الفضل بصراحة لفكرة استندوق دي للتائب الرئيسي عالتحتيسي هو اللي كان بدأ الموضوع معايا او متوليت وقال لي انتوش هايليم كام على حلوص يعني على جنب ما تستخدمهاش بثيرو ما فيش حاجة قال لي ازاي تبقى هيها الجبيرة زي كده ما عندهاش حلوص تتاكئ عليها عن اي طارق او تعمل مشاعات استمرارية طبعا وبدأ يتابع الموضوع ده على طول ومستبرار لغاية لما بدأنا نعمل عملية القانون للإصدار الاشتدار قناة السويس اللي تبنت من أيام الخداوي إسماعيل قناة السويس اللي مصر دخلت في عدوان ثلاثي عليها عشان قرار التأميم اللي طلع به جمال عبد الناصر القرار اللي كلفنا حروب كتيرة دخلنا فيها قناة السويس اللي طول الوقت الحرب مع إسرائيل عشان نحمي قناتنا قناة السويس وموجودة من سنة 75 مثلا لحد النهاردة 2022 يعني كم سنة يعني بنتكلم قربنا على 50 سنة تقريبا يعني 48 سنة ما كانوش بيفكروا ابدا في خلال 48 سنة دول بكيفية الاستفادة من قناة السويس بكيفية استثمار في قناة السويس بكيفية الاهتمام بقناة السويس ان نزود مصادر الدخل انتو لما فكرتوا تعملوا فكرتوا ان انتو تعملوا تفريع قناة السويس وبناء عليه طلبتوا فلوس من الناس والمصريين دفعوا اللي تحت البلاطة وتلمت فلوس قد كده من الناس طب على الاقل مش لما تعدلوا القانون تسألوا الشركة الناس اللي اكتتبت في قناة السويس الناس اللي حطت اموالها ثقة في النظام المصري وثقة في ان مشروع قناة السويس ده خط احمر محدش هيجي جنبه الناس دي مش من باب اولى ان انتو تسألوهم والله يا جماعة احنا بنفكر ينبيع ينقجر عشان الناس دي دفعت اللي وراها واللي قدامها انا مش فاكرا المبالغ كانت قد ايه بالظبط بس المبالغ كانت ضخمة جدا يعني 60 مليار جنيه تقريبا اللي تلموا وقتها رقم كبير رقم كبير خرجوا المصريين من تحت البلاطة ومن حسابتهم في البنوك واللي موجود بره في الخليج ولا في دوله غير الخليج وعايز بقى يستثمر في بلده عشان لما يجي يرتاح هو ده مش مبلغ هو مش ده ساعد الناس دي كده انتم مغميين عينيكم وسدين ويدانكم تماما عن شرقائكم في المشروع ده اخبارهم ايه وتيجي بقى تسمع ايه الاهداف يا جماعة قادي هون نهارده طبعا كل المواقع وكل اللي جان شغل في حاجه واحده بس وهي احنا بنعمل لكم الافضل بس انتم اللي ما بيتمارش فيكم حاجه زي كده يعني مش بالظبط زي مثلا ايه هي اهداف تعديل قانون هيئة قناه السويس قالك زياده قدره الهيئه على المساهمه في التنميه الاقتصادية المستدامه لمرفق هيئه قناه السويس وتطويره المساعده على تمكين هيئه قناه السويس في مجابهه الازمات والحالات الطريقة التي تحدث نتيجه اي ظروف استثنائية او قوة قاهرية تعزيز قدره هيئه قناه السويس على القيام بجميع الانشطه الاقتصادية والاستثمارية يساهم السندوق بمفرده او مع الغير في تأسيس الشركات وخلي بس نبي ركزلي في حتة مع الغير ركزلي مع الغير من هم الغير لما انت مش هتبيع من هم الغير اللي هيكون لهم الحق في تأسيس شركات لقناه السويس في زياده رؤوس اموالها والاستثمار في الاوراق الماليه يعني هتحط اسهم في الاكتتاب هتبيع اسهم وملقيه البورسه المصريه تمكين السندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الاصول السابته والمنقوله والانتفاع بها الاصول السابته وشبه فهماها المنقوله دي ايه الكراسي والكمبيوترات والمكاتب بتاعت الهيقه وبتاعت قناه السويس ولا ايه انتو متخييه ده مش سايب ده الاخضر واليابس الاخضر واليابس دخل في هذا الصندوق اللي انا برضو مش فهمه مصر مرت بازمات كتير ودخلت في ازمات كتير وكان الاسهل عندنا اننا نقترد وناخد من صندوق النقط وناخد من هنا وناخد من هنا وناخد من هنا ونزل لنفسنا بزياده مفكرناش ليه نستثمر في قناه السويس طالما هي الحل السحري كده لينا وهي الحل السحري بالمناسبه بالمناسبه يعني لو انا هتعامل بمنطق الخيانه العظمه اننا بنفرط في الخطوط الخطوط الحمره بقى كمان هي طبعا المنقص بالنسبه اكتتاب وبيع واصول نتخلص عنها وهتاخد فلوس وهتاخد عمله صعبه بس هو السؤال العمله الصعبه دي والفلوس اللي انت هتاخدها هتكفيك كام سنه كام سنه يعني طبعا اللي بيشاع انه ممكن تتبع بمتين مليار دولار ده انت ديونك دلوقتي ديونك وعندك قناه السويس اللي كانت بتدخلك عائد قد كده مية وستين مليار دولار مية وستين مليار من غير كمان خدمات الدين ده الاصول اللي انت استلمتها من غير الفوائد والارباح اللي عليك لو خدت متين والمية وستين دول اقترضناهم في كام سنه احنا الغايه 2013 كان قل الي علينا 35 35 مليار من 2013 ل 2022 في تسع سنين اقترضنا 125 مليار دولار 125 مليار دولار في تسع سنين في تسع سنين فما تحسسنيش والنبي الناس بس واللجان والحسابات الوهمية والمش عارف ايه اللي يقولك بس ده الحل ده الخير بتاع المصر انت كمواطن مصري بزمتك مصدق او حاسس ان لو حصل ده هيبقى فيه خير لك هيبقى خير لك هل مثلا الدولة لو عملت ده هتيجي تروح حطى نص المبلغ ده استثمارات في الزراعة وفي الصناعة وتسد ميه من ديون وتحول البلد لبلد زراعيه وبلد صناعيه وانتاجيه وحسن صحه وحسن تعليم لا مش هيعملوا ده هنشتري اسلحه ونشتري زمم ونشتري نفوس ونشتري ونبني قصور ونبني كباري واطول برج واطول مدينه ملاهي واطول 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 عشان تبقى مصري كده دخله في موسوعة جنس للارقام باعلى نسب يعني احنا في كارسه احنا في كارسه واقبوا حد يصدق الكلام اللي هما بيطلعوا يقولوه احنا في كارسه طريق اسامر ربيع امبارح عمله جوله كده تفقدية في كل القنوات طلع مع كل مزيعين امبارح تقريبا وفي كل البرامج عشان يقول مفيش بيع مفيش بيع مفيش بيع مش هنبيع مش هنبيع مش هنبيع وكأن كده يعني ايه يقول المريب ايه حاجه كده يعني عارف انت اللي على راسه بطحب يحسس عليها بس هي بتتقال بطريقه تانية يكاد المريب ان يقول خزوني باين حاجه كده يعني تعالوا نسمع المريب وهو عامل جوله في برامج التوكشون بارح بينفي ان مفيش مساس بقناه السويس اشتركوا في القناة